السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم كيكشوفوا ان شاء الله غادي نوجدو هاد النوع تعالى باستا كيتسمى ولي كازريتشي او لي جماليني كل واحد كيسمى ملحسات من طاقتهم كيجوزوينين بزاف بالخضراء والباستو جربوهم وردو عليها ندوزو المقادر وطريقة التحضير ونبقوا معايا بسم الله غادي نحتاجو جوز بطاطات موين مقطعين مكعبات جوز الثلاثة خيزوية مقطعين تهومايا هكا دواور ونفس الكمية تع اللوبيا تقريبا شمية وخمسين جرام انا عندي هنا كنجلة ثلاثة الملاعق تاع الباستو او سلطة الباستو ملح وافزارة لحسب الضوق وزيت الزيتون اللي غادي نحتاجوه في الاخر باش المانتيكيو وغادي نحتاجوه طبعا هاد الكازيريت 400 جرام لاربعة الاشخاص في واحد طنجرة غادي نديرو المي طيب وغادي نديرو الملحو نديرو فيه ملعقة على الملح الملح دي ما كيبقى لحسب الضوق وغادي نحطو فيه ديك بتاطا وخيزو يتسلقو لنا اللوبيا ما غاديش نزيدها عليهم علاش هاد اللوبيا راها بحالة طيبة حيث مكون جالية سورجي العطاء داز هنا الخضره قربت تسلق وحبقى زيت عليها هاد بها ديك اللوبيا غادي تبقى معها عشرة دقيق وغادي يكونوا طعبوا هديك الساعة كلهم منين كدوز عشرة دقيق كنزيد هديك الباستا وكنشوف العلبة شحل مكتوب فيها وغادي ندير على هادك شلي مكتوب في العلبة غادي نتبع ليه منين تبقى ليها جوج دقيق غادي نصفيها نصفيها مره مره كنحركو باش ما تلسقشينا لباستا لتحت سمحوا لي قالي لحت شي كلمة بطاليانية و هي را بحقيقة ماشي شي حاجة خيبة على اشتلي واحد مره مره واحد غادي كل مره واحد يبقى يعرف شي مصطلح ولا شي كلمة بطاليانية بخاء اي حاجة تعلم الواحد مفيدة المهم كنحركو لباستا مره 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 منين كتبقى ليها جوج دقيق كنصفيوها وفي هاد الاثناء كنزيدو فيها ثلاثة ثلاثة ربعة الملاعق تاع الزيت وكنحركو وهاد العملية كتسمى لامانتيكاتورا نغنعلمكم بطاليانية داف من بعد كنزيدو هاداك الباستو وكنزيدو شي معايا القاطع الماء اللي طيبنا فيه الباستا كنحركوها مزيان وفي الاخر ما ننسوش نضوقو ونشوفو لا ناقسم الملحة انا في هاد الحالة ما اجتنيش ناقص الملحة حيتاش الباستو فيه الملح والمامالح فين سلقت الباستا عفوا زدغي شوية البزار وهذا هو الطبق تاع ناك نقدموه كويا نزوقو بشي ورقاتي على الحبق لابغينا هدا اختياري وبصحتكم وراحتكم إلا عجبكم طبق اليوم وجربتو ما تنسوش تخلو لي تعليق ولايك واسكريبيتي بالكنالي والسلام عليكم ورحمة الله ولجربتوه بالصحة والراحة